سؤال لطيف فعلا لطيف سمعت من أحد الشيوخ الأظهر يقول أي عقد لا يتفق مع الشريعة والقانون معا فهو عقد فاسس ماذا تريد من هذه المقدمة هل الرجل الذي يريد التعدد في أمريكا ويتزوج بثانية وهذا العقد ليس صحيح من الناحية القانونية ألا يعتبر باطلا أجدا وفاسدا من الناحية الشرعية لأن بناء على الفتوى التي سمعتها لكي يصح العقد لابد أن يصح شرعا وقانونا معا فإذا أفسده القانون تفسده الشريعة بالتبع نقول لها يا رعاك الله أقدر الغيرة التي تجيش في صدرك وأرجو أن لا تكون عليها ملومة إذا بقيت في حدود الشعور الجبلي البشري الغريزي الطبيعي أي امرأة لا تحب أن تشاركها غيرها في زوجها لكن احسر أن يصعد هذا فيبلغ مبلغ كراهيت ما أنزل الله في كتابه على رسوله بفر أن تستسقلي أمر التعدل أن تبغضيه طبعا وأن تبغضيه شرعا الله أنزل في كتابه فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدا وبين ما هو العدل المقصود في القسم الظاهر في المبيت والقسوة والنفق ونحوه أما الميل القلبي وما يتبعه من الوط ليس شرطا في مشروعية التعدد لقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمينوا كل الميل فتذروها كالمعلقة نبي عليه الصلاة والسلام سيد العادلين كان يعدل في القسم الظاهر بين نسائه ويقول بالنسبة لميله لعائشة أكثر اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك لما تملك ولا أملك التعدد الزوجات إرث ديني قديم حاجة إنسانية في بعض الحالات لا سيما في ظل زيادة عدد النساء وتحريم المخادنة وسائل علاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة وقد جعل الإسلام له سقفا وقيده بالقدرة والعدل لكن ينبغي للمسلم تجنب مخالفة القوانين المحلية ما استطاع دفعا للضرر العام والخاص والقوانين الوضعية قد تقيد المباح تقييدا إجرائيا إداريا للمصلحة أو الحاجة لكنها لا تملك أن تحل حراما ولا أن تحرم حلها ولا أن تصحح فاسدا ولا أن تفسد صحيحا فإن الحل والحرم والصحة والفساد أحكام شرعية مردها إلى الشرع المطخر وليس إلى جهات تشريعية بشرية وضعية الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده الحلال ما أحله الله ورسوله الحرام ما حرمه الله ورسوله الدين ما شرعه الله ورسوله من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فقد خلع بذلك ربقة الإسلام من عنقه فهذا العقد يا سيدتي في ذاته عقد صحيح إذا اجتمعت فيه شروط الصحة الشرعية وعلى من أنشأه تبعت مخالفة القوانين والتصادم مع النظم السائلة ولا علاقة لذلك بصحة العقد وفساده وفقني الله وإياك